وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 715 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 37 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تمضبط قرابة 84 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 468 قضية من بينها 161 قضية قضية خبز ناقص الوزن إضافة إلى 144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 194 طن ترجمة نانسي قنقر